استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فريق نادي شباب الاهل ببناسبة تتويجه بطلا لدور أدنك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022 و2023 وإحراز اللقب للمرة الثامنة وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس إدارة نادي شباب الاهل وهنأ صاحب السمو أعضاء مجلس إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني والإدارية على ما حققه النادي من إنجاز وأثنى على المستوى الرفيع الذي أظهره لاعبو الفريق وما قدموه من جهود على مدار البطولة التي جاءت مبارياتها على قدر كبير من التنافسية نظرا لتغارب مستوى الفرق المشاركة شكرا شكرا